السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا فيكم بقناتكم أحلى مواقف شطرنج معكم إياد الرضوان نشوف في هالفيديو مباراة جميلة جدا هالمباراة كانت بين كيرياكين بالأبيض وماغنوس كارلسون بالأسود طبعا لاعبين أسطوريين ومن أفضل لاعبين بالعالم هالمباراة كانت بمدينة بيلباو بإسبانيا عام 2007 طبعا المباراة كانت ضمن بطولة العالم بالبليند فولد يعني الشطرنج بالاستدبار طبعا الشطرنج بالاستدبار هو الشطرنج بدك تلعب من زاكرتك بدون ما تشوف الرقعة يعني رح تكون الرقعة بدون قطع أمامك وأنت لازم تتخيل الموقف وتلعب فقط بنطق النقلات طبعا هالبطولة يجبت منها أكتر من جيم وفي مباريات جميلة حتى بالاستدبار هدول اللاعبين بيلعبوا شطرنج جراقي جدا ونقلات قوية جدا فخلينا نشوف شو اللي صار إذن هون كرياكين بالأبيض وماغنوس بالأسود وخلينا نحط ماغنوس دائما من تحت لأنه نقلاته رح تكون هي الأجمل فإذن هون كرياكين بلش بأنه عليه E4 فابرد C5 والدفاع السقلي Nf3 Nc6 وBb5 وهذا هجوم روسوليمو نيمزوفيتش طبعا هون عم يهدد لحصان فالآن E6 الآن بيكسر طبعا تفريع التكسير بجوز يكون نادر شوي بالشطرنج العادي ولكن بالشطرنج بالاستدبار ممكن نشوفه كتير لأن يلاعبين شطرنج بالاستدبار دائما بيحبوا يكسروا القطاع ويبسطوا المواقف حتى ما يدخلوا بتعقيدات وتتشتت الصورة بزهنهم ويضيع الوضع وبالتالي يخسروا أكيد بالنقلات غير القانونية فإذن هون بيكس الآن دي ثري نايت إي سيفن وكوين إي تو كوين سي سيفن ونايت جي فايف عطينا البيداء إف طبعا البيداء إف دائما هو نقطة ضعف بجناحك اللاعب إي فايف إف فور طبعا إف فور عم يحاول يفتح العامود إف للهجوم على الملك خصوصا إنه يعامل شوي الضغط على البيداء إف سيفن إي تيكس إف فور وتبيت الآن ومنشوف يعني في عنا ضغط على العامود إف ورح يسترجع بيداء قو فبيحاول يحمي نايت على الجي سيكس بيحاول يحمي البيداء إف فور فالآن كوين على الإتش فايف طبعا عم يهدد تهديد خفي البيداء إف سيفن والبيداء إف فايف أيضا لأنه هون مثلا يجد تقدم أي نقلة عشوائية الآن صار فيه ياخد هذا البيداء رغم إنه محمي الفيل بقطعة وحدة هي الألعى لأنه أكيد ما رح يقدر ياخد هاد الجندي بالفيل بالإحصان لأنه بستطيع إنه ياخد كيش البيداء إف وأيضا يرجع هيك يهدد هاد الحصان مثل ما أنا شايفين بالوزير والألعى فإذن هاي النقلة هي كانت عبارة عن تهديد خفي طبعا هون لاعب الأسود كان ممكن يحمي هيك عادي ولكن ما بده يعني يخاطر كتير ويضاعف انتشاره ويضاعف الفيل هون فإذن اللاعب ماغنوس قرر إنه يحمي البيداء إف بالنقلة دي سري وهيك رح يحمي البيداء إف طبعا نقصدنا بالبيداء إف عفوا البيت الرقعة طبعا قصدنا بالبيداء إف هو إف سيفن لأنه هيك عطى اللاعب الأبيض البيداء إف فور وهيك اللاعب كريا كان بيسترجع بيداء أو بالبيداء إف فور فالآن نايت تيكس إف فور روك تيكس إف فور ومنشوف ضغط رهيب على البيداء إف سيفن من كريا كين فالآن حتى يطردوا باللعاب الجي سيكس وبطرد الوزير ولكن الوزير برجع على الإف ثري وأيضا بيطابع الضغط على البيداء إف فهون نقلة زكية من كارلسون وبيعطيه البيداء إف يعني نقلة خرافية طبعا بحساباته بعرف إنه رح ياخد هالبيداء أو رح يجي الألعاب على الصف الأخير ولكن ما رح يحقق أي نتائج ما في أي هجوم خطير وفعلا هيك بقول الكمبيوتر فإذا أخذ الألعاب أعطينا الوزير الأول شي بيعطيك إش من الـ D4 وأيضا لا ننسى إنه الفيل مهدد البيداء بيتو ومهدد الألعاب بعده فالملك بيروح على الـ H1 والآن الوزير بيجي على الـ D5 عفوا الـ D8 وبيهدد الـ G5 فبيقول له خذ الحصان وانت يعطينا الفيل فبيهدد الفيل الفيل برجع على الـ E5 والآن ما زال مهدد الحصان والآن كرياكين بيلعب نقلة روك على الـ G7 طبعا مثل ما عنا شايفين مهدد بكشمات وتارك له الحصان ولكن هاي كانت بلندر خرافي من كرياكين طبعا مهدد بكشمات فكيف رح نمنع هالكشمات حاول تلاقي النقلة الأفضل وقف الفيديو طبعا هون اللاعب الأسود بستطيع إنه ياخد الحصان مبدايا لأنه ما في كشمات باعتبار إنه رح يفضي الخانة D8 للملك ولكن هون اللاعب الأبيض بسهولة بستطيع يحقق التعادل بالكش المستمر كوين F7 كيش الملك إجباري رح يرجع على الـ D8 فهون رح يجي الكوين على الـ C7 ويعطي كيش الملك رح يرجع والوزير رح يرجع واللاعب الأبيض خسراء ولكن رح يستطيع إنه يحقق التعادل بالكيش المستمر فلذلك أخذ الحصان غير مستحبة من اللاعب الأسود فإذا كنت شايف أخذ الحصان فهي رح تأدي لك للتعادل النقلة القوية هون هي الكوين على الـ F6 وهيك مهدد الألعاء ومهدد الوزير ومهدد الحصان فإجباري رح يصير في عنا تكسير الوزراء فأكيد أخذ بالفيل والآن مهدد الألعاء ومهدد الحصان فإجا كرياكين هون وأخذ الجندي ومهدد الألعاء طبعا على أساس أنه الأمور سليمة هلأ هون شوف يعني إذا أخذ الحصان أكيد رح ياخد الألعاء مع كيش وأفضلية لللاعب الأبيض أفضلية مادية كبيرة وإذا أخذ الألعاء رح ياخذ الألعاء ومهدد الفيل طبعا هذا الحصان وضعه سيء ولكن يستطيع النجاة يعني إذا إجا الفيل على الأي سيفن لحتى طبعا يراقب خانات الحصان اللي ممكن يروح عليها وجمد الحصان بعدين ممكن تكون خططه أنه يقترب بالملك وياخد الحصان ولكن الحصان الثاني هذا رح يستطيع يوصل بالوقت المناسب للتقديم المساعدة وحماية الحصان فإذا ما رح يستطيع اللاعب الأسود هون إذا أخذ الألعاء أنه يكسب ماديا ولكن هون كانت النقلة القوية والمفاجئة من كارلسون واللي ربح فيها أطعاء وهي التبييت الجميل تبييت قصير والآن شوف مهدد الألعاء ومهدد الحصان ولا تنسى ممكن يكون في عنا كشمات بسبب بضعف الصف الأخير فإذا الآن رح يخسر اللاعب كرياكين ماديا إجباري فبيحاول أنه يتجنب أخطر التهديدات وهي الكشمات فبيلعب النايت لحتى يفتح المجالة القلعة لحماية الصف الأخير فالآن بياخد الحصان الروك على السي سيفين طبعا الآن الدور صار أفضلية كبيرة لللاعب الأسود ولكن لسه في عنا يعني فرق مادي فيه تعويض يعني بالفرق المادي باعتبار في عنا جنديين مقابل فيل فيعني رح نحاول نلعب شوي بالنسبة لرأي الرياكين فعطينا الألعاب والآن مثل ما نشايفين رح يصير في عنا تكسير ورح يصير في عنا إضعاف لأحد البياضق أيضا والآن محاولة استثمار الضعف الصف الأخير طبعا الآن تجي الألعاب على الصف الثاني وبلش اللاعب الأسود يستثمر تفوقه المادي والآن صار مهدد بكشمات مثل ما نشايف ليش كشمات لأنه فيه المراقب الخاني جي وان وبالتالي كشمات ما إلى أي حل اللاعب الأسود ممكن اللاعب الأبيض ممكن هون يضحي بعدة نقلات فقط لإنهاء الكشمات وهون استسلام اللاعب كرياكين طبعا هون شو بصير إذا أخذ الفيل أكيد يعني ما رح تفيده لأنه رح يكون فيه عنا كشمات من هون فإذا هون استسلام اللاعب كرياكين لأنه هاي النقلة ما إلى حل طبعا النقلة روك تيكس اه اتش تو كشمات فكان دور جميل وشفنا التبييت يعني التبييت قوي جدا إن شاء الله يكون عجبكم خلينا نرجع بس عن نقلة التبييت هاي هي اه موقف نقلة التبييت وهذا التبييت اه قوي جدا نشوف تبييت يعني ملك معرض للهجوم ملك معرض ل اه بيادق درع ملك مدمرة ولكن كان تبييت مدمر للاعب الأبيض إن شاء الله يكون عجبكم الدور لا تنسوا الاشتراك بالقناة نلتقي مجددا بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله